سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقهر بيكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هقولك فيه ان انت ازاي تقدر تحول كاميرا تليفونك الى كاميرا تويب يعني لو انت محتاج كاميرا تويب ومعاك تليفون بس انت للاسف معاكش فلوس انك تشتري كاميرا تويب فقولك بكل بساطة وبدون الحاجة لاي كابل انك تقدر تحول كاميرا تليفونك بدون الحاجة لاي كابل الى كاميرا تقدر تستخدمها عندك في حاجات كتير. كمسال تقدر تستخدمها عندك في زوم تقدر تستخدمها عندك في مسلا برنامج او تسجل نفسك وانت بتعمل شروحات او العاب وغيره وحرفيا بدون استخدام اي كابل وده هيكون موضوعنا. تحول كاميرا تليفونك الخلفية او الامامية بكل سهولة. حتى بدون تسجيل او بدون ما تدفع شيء حتى كل شيء بالمجان في الفيديو ده. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده لو اقول مرة تشوف قناتي اشترك في القناة وفعل الجرس وما تساش تعمل وتمنى ان انت تعمل لان خير الناس انفع للناس وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نروح بقى دلوقتي للشرح. تمام يا شباب نيجي بقى دلوقتي للخطوة التانية واللي هو قللك فيها ان انت ازاي تقدر تحول تليفونك اللي هو كاميرا تليفونك لكاميرا تويب تمام وتقدر تستخدمها عندك على او اي شيء اخر انت عايزه وتابع معي الشرح لان ان شاء الله شرحه ايفيدك. طبعا الموقع اللي هستخدمه او الخدمة اللي هستقدمها هتكون عندك في ربط الموضوع اللي موجود تحت في الوصف او لما تفتح عندك الموقع وتخش عندك على رابط الموضوع جواه هتلاقي طبعا ده ربط الموقع وده الموقع اللي احنا نستخدمه. اول حاجة طبعا انت محتاج تعملها اول شيء ان انت تيجي هنا عندك على الموقع هدوس هنا عندك على آآ على اساس ان انت تنشئ جديد خاص بيك. هتدوس هنا عندك عليه. بعد كده طبعا هنا بيقولك ان انت محتاج تعمل بعض الخيارات. لو انت مش فهم ممكن تفتح هنا او تعمل ترجمة وهنا هيترجم لك كل شيء لان هنا طبعا مش برضو ضريع في اللغة الانجليزية. هنا طبعا لو انت عندك آآ معدل او يعني انت عندك الانترنت بتاعك الابلود كويس فيه. هتقدر هنا مثلا تقوله خد عشرين آآ في الثانية. لو انت عندك الانترنت ضعيف اذا ان شلها خلص. عندك هنا ده معدل ترميز اللي بيستخدمه اليوتيوب عشان يطلع لك جودة صورة كويسة. لو انت عندك الانترنت كويس تقدر ان انت تحدد عليها عشان يقدر يحول الترميز بتاعك آآ الى لو الانترنت بتاعك وحش فازا فكك منها وايه? هتشيلها خلص عشان تخلي عندك الترميز العادي. تمام بس لو انت عندك الانترنت بتاعه كبير تمام تقدر تعمل عندك هنا تحدز على الخير ده. عندك هنا بيقول كن بتمكين آآ صوت الاستوديو المحترف عالي الدقة. طبعا هنا بيقول لك انت مسلا عايز تخلي الصوت الخاص مسلا نقول الخاص بالتليفون اتحدد على ده. وطبعا هنا بيقول لك حدد آآ نوع الفيديو بتاعك. افتراضا انا عايز الفيديو بتاعي آآ مثلا آآ الف تمانين. تمام? طبعا هنا في عندك بعض الخيارات الاخرى. زي مسلا هنا بيقول لك خيارات المستخدم السماح بآآ اللي هو التأسيرات الفيديو. ممكن نحدد عليها. مسلا هنا بيقول لي مسلا حدد المايكروفون الاستراضي. تمام? يعني مثلا اللي هو المايكروفون الاساسي الخاص بالتليفون. اقول له مثلا ماشي حدد عليه. لو انا مش عايزه هستخدم مثلا المايكروفون اه افتراضا خاص اه في الجهاز بتاعي. افتراضا انا موصل مايكروفون على جهاز الكمبيوتر بتاعي ممكن ان انا اشيل ده خالص. ده يرجع لك انت. يعني لو انت ما عندكش مايكروفون على الكمبيوتر تقدر تحدد على المايكروفون الخاص بالتليفون بتاعك اللي هو الخاص بالكاميرا. لو انت عندك ميكروفون احترافي متواصل بالكمبيوتر بتاعك فإذا نشيل ده خالص. وتقريبا ما فيش اي حاجة تاني يعني نقدر ان انا اشرحها كل انت هتعمل دلوقتي ان انت هتيجي هنا عندك على انشاء دعوة. تمام? او انشاء رابط دعوة. هتقوم جاي دايس عليه هزهر عندك بالمنظر ده. طبعا هنا عندك خيارين. يا ان انت تنسخ اللينك ده وتحطه عندك على اي متصفح على التليفون. يا ان انت باختصار شديد تيجي هنا عندك على التليفون زي ما انت شايف تفتح عندك الكاميرا. تم جاي هنا عندك على اللي هو تعمل سكان للار كود زي ما انت شايف. اروح هنا جاي عندي ودايس بالمنظر ده. هيفتح عندي زي ما انت شايف. فتح عندي على المتصفح الخاص بالتليفون. يعني اقدر ان انا انسخ عندي على الار كود او ان انا اكتب الرابط في اي متصفح. ممكن حتى ان انا هنا اعمل الخيار ده وقول له مسلا فتح عن طريق كروم. هيفتحلي عن طريق متصفحة جوجل كروم. طبعا هنا بيديني خيارين. يا ان انا اعمل او ان انا اعمل بس مباشر للكامرا. اللي انا يعني في الحالة دي هعمل كامرة ويب او ويب كام. يا ان انا محتاج اعمل او بس مباشر للسكرين شوت الخاص بالتلفونية. فانا طبعا اختار عندي الكاميرا. زي ما انت شايف. هنا طبعا بيديني بعض الخيارات. اننا مسلا اختار. طبعا ده انا زي ما انت شايف انا بختار الايه اللي هو اللي هو الشاشة العريضة او الشاشة الطويلة بس ده هقدر ان انا اعدلها يعني. عندي هنا طبعا بيديني خيارات يا الكاميرا الاولى يا الكاميرا التانية اللي هي الكاميرا الخلفية فانت ممكن تقدر تستخدم الكاميرا الخلفية كون ان الكاميرا الخلفية بتديك ايه جودة كويسة. عندك هنا طبعا ان انا اقول له مسلا ان انا الغي خالص الفيديو. فانا طبعا هنا هستخدم عندي الكاميرا الامامية كمجرد اختبار. طيب زي ما تشايف. دلوقتي طبعا هنا اجي عندي بيقول لي على الاوديو. اخليه تلقائي. تمام? لو انت حابب تخليه مسلا على السبيكر او اللي هو براحتك. فانا اخلي عندي تلقائي. اخلي كل حاجة زي ما هي. مش هلعب في اي حاجة تاني. طيب دلوقتي بقى اعمل ايه? نيجي للخيار اللي بعده. وهو ان انا اقوم جاي ناسخ اللينك ده اللي على الموقع. بالمنظر ده جاي ناسخه. كده هو. اروح رايح هنا عندي على برنامج بالمنظر ده كده اروح جاي فتحه. طبعا لازم يكون عندك برنامج اروح هنا جاي دايس عندي على زائد هنا هو. بالمنظر ده. اروح هنا جاي عندي على فين البروز اه اللي هو ده. اروح جاي عندي على اروح جاي هنا دايس عندي على تمام اروح هنا جاي حاطت عندي زي ما انت شايف. بالمنظر ده كده هو. وطبعا هنا بقى اختار الايه? الحجم بتاعي. مسلا نقول الف تسعمائة وعشرين فيه مسلا نقول الف تمانين. يعني ده لنا اخترته. طبعا انا بيقول لي يعني اتحكم في الاوديو او الصوت من خلال او بي اس. ممكن اقول له ماشي. بس انا بالنسبة لي مش مهمة يعني. اروح هنا جاي عن دايس عندي على بالمنظر ده. وطبعا هنا اروح جاي في المنظر ده كده اروح جاي دايس عندي على زي ما تشايفه على تليفون كده بدأت. بدأت. بس 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 بس. زي ما انت شايد. تمام? بدأت دلوقتي ان انا اعمل حرفيا عن طريق الايه? الكاميرا بتاعتي. اقدر طبعا استخدامها بشكل عريض. تمام? لازم ازبطها الاول من البداية ان انا احول الشاشة او اقلي بالشاشة عندي. بالمنظر ده كده هو مسلا انا اشيل عندي اللي هو كفل التدوير. واعمل اعادة او يعني اعمل اعادة تحديث لصفحة عشان اقدر ادور الشاشة. النقطة دي مهمة شوية. يعني انا للاسف ما شرحتهاش من البداية. اقدر طبعا اقل ما بين الكاميرا الخلفية وكاميرا الامامية زي ما انا عايز زي ما انت شايف بالمنظر ده. تمام? اقدر هنا اختار بعض الاعدادات. تمام? من ناحية الفيديو. اقدر مسلا اخلي مسلا ستاشر في تسعة. زي ما انت شايف. واقدر مسلا احول يعني ده كده عندي ستاشر في تسعة. زي ما انت شايف بص? اقدر طبعا اخليه كده هو. اقدر مسلا اخليه بالكاميرا الاصر معلش. اقدر مسلا اخلي الكاميرا الامامية كده بالمنظر ده بص. اه. زي ما انت شايف بص? خليت عندي كاميرات الخلفية. الاو ستاشر في تسعة الف تمنين. اقدر حول الكاميرات الخلفية ككاميرات ويب. زي ما قدت شايف بص. وطبعا هيديني جودة كويسة. بس طبعا عشان انا عندي الاضاقة ضعيفة جدا. مش مشغلس يعني اه او حاجة. فب學تلي باني الاضاة ضعيفة عندي. او بتقدر استخدم مثلا الكاميرات الامامية. لو حبيت. اه اه. هتكون جودة كاميرات الامامية احسن بسبب الاضاقة. زي ما تشايف بص. اضاقة عندي بتصبط والفيرماك بتصبط بص كده من خلال تقدر ان انت تعمل او توصل كاميرا التليفون بتاعك وتحولها ككاميرا بكل سهولة حرفيا بكل سهولة يعني انت مش ولا يعني ولا محتاج كاب ولا محتاج اي حاجة هل اقدر ان انا استخدم الطريقة دي على اي ميزة اخرى عكس اه تقدر تعمل هنا يعني وتيجي هنا عندك على ده لو انا مثلا عايز اعمل وانا ما عنديش كاميرا يعني افترض ان انا ما عنديش كاميرا ويبا حابب استخدم كاميرا يعني التليفون بتاعتي كاميرا تويب على الجهاز اعمل بها عندي على الفيسبوك مسلا مش على الاو بي اس الاو بي اس بيديك ميزة ان انت تقدر تعمل كاميرا او انا جيت دست عليها تمام بالمنظر ده كده اه اقدر حرفيا ان انا اعمل كالتالي هو ان انا ايجي مسلا هنا عندي افتراضا على الفيسبوك يا سيدي تمام افتراضا يعني كحاجة سريعة اجي هنا عندي على الفيسبوك ده الفيسبوك بتاعي. اجي هنا عندي مسلا افتراضا على بس مباشر بالمنظر ده. اقول له مسلا هنا سيدي اعمل بس مباشر. تمام? زي ما انت شايف. بس مباشر. تقريبا ان اخطر ان اختار الكاميرا. تمام? هي لكامرة الويب. اقدر هنا اختار مسلا مصدر بتاعي. سماح. اه او بي اس زي ما اتشايف بوس اخترت عندي اللي الاي? الو بي اس بي ظهر عندك كخيار كاميرها زي ما انت شايف. وطبعا الميكرفون بتايه بختار الميكروفون العادي اللي هو الا 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 بدون اي كوابل وبدون اي حاجة. وبس خلاص ده كان الشرح. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تسنش ان انت تشترك في القناة واتفعل الجرس لان بالفعل الاشتراك بيدعمنا جدا وكمان تعمل شير لان انت بتعمل شير بتوصل المعلومة لحد غيرك وبالتالي كارك بيستفاد وانت بتاخد حسنا وانا باخد حسناها لانك بتنفع ناز يعني او بتنفع حد غيرك لان انت بتنشر يعني زي ما محتوى نافع فبالتالي المحتوى النافع لحسناته زي ما بنقول يعني. وده كان الموضوعنا. عشان ما اطول شار لكم اكتر من كده اشوف كم بازن الله فيديو جاي. مع السلامة.